الآن فيما له علاقة بالسباق حول إيجاد لقاحات فيروس كورونا هذا السباق المستمر وأنا أعرف أن الكثير ربما تعجبه مثل هكذا أخبار لأنه على الأقل في ذلك بصيص أمل في أن يجد العالم أخيرا هذا اللقاح المنتظر منذ أن بدأ هذا الوباء بالتفشي لعلنا ننام ونصح على خبر يقول بأن اللقاح أخيرا قد وجد إذن سباق البحث عن لقاحات فيروس كورونا مستمر وبحسب مختبرات كثيرة حول العالم فإن أشواط كبيرة قطعت في هذا المجال نلخص بعضا مما يقال حول ذلك فقد أكدت بيانات مدرسة لندن لحفظ الصحة وجود كم؟ 120 مشروع لقاح مضاد لكورونا معظمها الآن في مرحلة التطوير لكن عشرة من هذه اللقاحات باتت في مرحلة التجارب السريرية بمعنى أن هذا متقدم بعض الشيء أن تصل إلى حد التجارب السريرية وأحد هذه المشروعات هو صيني تطوره شركة كانسينو المدرجة في هونغ كونغ وقد وصل بالفعل إلى مرحلة أكثر تقدما مع تجارب سريرية في المرحلتين الأولى والثانية إذن الصينيون يتصدرون هذا السباق على اللقاحات لكن ماذا تعني المرحلتين الأولى والثانية وكذلك الثالثة في التجارب السريرية؟ إن الهدف الرئيسي للمرحلة الأولى هو اختبار سلامة المنتج الطبي بداية وهذا طبعا أخلاقيا يعني مشروع قبل أن ينتقل إلى طور التجارب على البشر أما تجارب المرحلة الثانية ثم الثالثة فتجرى على نطاق أوسع وتهدف بشكل خاص إلى تقييم فاعلية اللقاح قبل أن تسمح السلطات المعنية طبعا الصحية بإنزاله إلى الأسواق ومن بين المشروعات العشرة الأخرى التي وصلت المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية هناك ثلاثة مشروعات صينية ومشروع بريطاني تجريه جامعة أكسفورد وآخر ألماني يقوم به مختبر بيونتيك كما أن هناك مشروعين أيضا في الولايات المتحدة هذان المشروعان أحدهما تقوم به شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا وأيضا إيناوفيو للصيدلة هذا البطء النسبي في تطوير اللقاحات يتناسب حقيقة مع ما أعلنته منظمات صحية عدة بأن فترة التجارب على اللقاح هي فترة ستتراوح بين 12 شهرا و 18 شهرا في الواقع ذلك لإيجاد لقاح يتيح المناعة في مواجهة كورونا ويوقف انتقال العدوى اشتركوا في القناة